زول بيقول لا إله إلا الله ونادي غير الله زول بيقول لا إله إلا الله ويمشي القباب والأضرحة زول بيقول لا إله إلا الله ويتوكل على غير الله زول بيقول لا إله إلا الله ويدعوا الفقر والصالحين من دون الله عز وجل وزول بيقول لا إله إلا الله ويقول لي غير الله بيخلك زول يقول لا إله إلا الله ويقول لي غير الله بنزل المطر زول يقول لا إله إلا الله ويقول ليك شيوخ نبيه أبو الزرية دا طبق لا إله إلا الله دعرف معنى لا إله إلا الله يقول لك رحكاك الحولية الفلانية ورحكاك نشيل التراب من القبة الفلانية وتكون مزويد جديد مرتك سنتين ثلاثة أربعة سنة خمسة سنة ما تلت يقول لك رحكاك لي ناسا الرزيقاب يدوك الجنة ورحكاك لي ناسا الكباش يدوك الجنة دا كل من الشرك بالله عز وجل فإن أصدغ الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن دراسة السيرة لا تكون بالقصص والحجى إنما لكي نستخرج منها الفوائد والعبر ونستفيد منها في حياتنا ومن هذه القصص قصة أبا طالب لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المنطلب تولى تربيته عمه وأبو طالب فقام بتربيته أحسن التربية ورباه وأكرمه وأحسن إليه ولما بعثه الله رسولاً ونبياً إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عن دعوته حتى حوصر هو النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ولاقى من الأذى من المشركين ما لاقى حتى حصلت بهم المجاعة وألم بهم ما ألم بهم ودافع عنه دفاعاً شديداً وكان يمدح دين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولغد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لو لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا فلما حضرت أبا طالب الوفاة وكان معه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أبا طالب وقال له يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المنطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكررها له وقال يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المنطلب فكان آخر ما قاله أبا طالب هو على ملة عبد المنطلب فمات على ملة الشرك وعلى ملة الكفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فنزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء هذه هي القصة وفيها من الفوائد ما فيها وفيها من العبر ما فيها أول هذه الفوائد فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله لذال جاءه وقال له يا عمه قل لا إله إلا الله كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه وقال له قل لا إله إلا الله لذلك الدعوة هي أهم شيء والدعوة إلى لا إله إلا الله من أهم الأمور لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال له الله تعالى فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فالدعوة إلى لا إله إلا الله هي من أهم الأمور وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أهله وأقاربه حيث قال الله الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال واصباحا 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 فاجتمع الناس فقال لهم إذا قلت لكم أن خلف هذا الجبل أجيشا كنتم مصدقين لي قالوا ما عهدنا عليك كذبا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا له تبا لك سائر اليوم أليهذا جمعتنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا إلى الدعوة إلى الله وخاصة أهله وأقاربه لذلك في الدعوة إتك داعي ناجح أول حاجة تبدأ بأهل بيتك بأبوك وبأمك وبأخواتك وبأخوانك وتنطلق في الدعوة لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه هي الفائدة الأولى الفائدة الثانية البعد عن أصحاب السوء والأصحاب السيئين أبو طالب جوه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في وكد محتاج فوق للأصحاب الصالحين جوه وقالوا له كون على ملة عبد المطلب وكون على ملة الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يجيه وقل لي يا عماه قل لا إله إلا الله لذلك تبعد عن الأصحاب السيئين وأصحاب السوء لذلك قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يوم القيامة في النار أي زول عنده صاحب عنده خليل يجي الشاخل إلا المتقين دالبنج يوم القيامة لذلك قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذ مع الرسول سبيلا وهو ما اتخذ مع الرسول سبيل ليه؟ قال يا ويلتا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويجي تحسر وإندم يوم القيامة ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا بعد مرات بتكون ماشي على درب الحق وماشي على الاستقامة وماشي على الهداية وعلى القرآن وعلى الصلاة في الجماعة وغيرها يجيك واحد يقول لك لا لا نرجع تاني الحفلات ونرجع تاني نعمل المعاصي وما بقول لك كده لكن بيجيب لك بيطرق تانية وده إبليس شفت البيجيك ده ده صاحب ما نافع وما تباريه وما تبشي معه ولا نضبضلك يوم الغيامة شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لقيت اتنين طالعين وداخلين وماشيين ده لتعرف دين التاني شوف دين الأول بتعرف دين التاني طوالي ده إذا كان صالح ده صالح ده طالح ده طالح ده إذا كان بمشي الحفلات ده بمشي الحفلات وأقعب من ده يا أخواننا يكون عندك صالح يكون عندك صاحب بيوديك محل الشرك ومحل القباب ومحلات الأضرحة يقول لك رحكاك الحولية الفلانية ورحكاك نشيل التراب من القبى الفلانية وتكون مزويد جديد مرتك سنتين ثلاثة أربعة سنة خمسة سنة ما تلت يقول لك رحكاك ليا ناس الرزيقاب يدوك الجنة ورحكاك ليا ناس الكباش يدوك الجنة ده كل من الشرك بالله عز وجل وده من الكفر الله سبحانه وتعالى وحده الذي يهب الزرية شان كده الله سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا الله في ناس بالدين ناس بس ويهب لمن يشاء الذكور الله في ناس بالدين أولاد بس ويخلق قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يذوجهم ذكرانا وإناسا في ناس بالدين أولاد بنات قال ويجعل من يشاء عقيما فينا صلى بخلين عقم ما يلدو ده حكم الله عز وجل ومن الفوائد أيضا فيها فضل كلمة لا إله إلا الله وأنها سبب في دخول الجنة لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وكثير يا أخوان من الناس الليلة بقولوا لا إله إلا الله لكن المشكلة وين المشكلة يعمل ما بعمل بمقتضى لا إله إلا الله شاكد المشركين زمان كانوا مشركين لكن بفهموا لما نزلت الآية إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله طوالفهم هو إنه تخلي الآلهة والأندات التي تعبد من دون الله وتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دي كلمة لا إله إلا الله معناته كده المشركين فيهمه لكن كثير من الليلة من الناس ما فيهمه لا إله إلا الله قل لك يا مولانا أنا بقول لا إله إلا الله طيب اتبع تقول لا إله إلا الله هل تعمل بمقتضاها لا إله إلا الله دي عندها مقتضى أول حاجة تعتقدها بغلبك وتقول بلسانك وطبقها بالجوارح دي كلمة لا إله إلا الله شاكد المنافقين زمان كان بيقولوا لا إله إلا الله لكن ما بعتقدنا في قلوبهم الله سبحانه وتعالى قال وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ بقولوا لا إله إلا الله بانطباب لسانه لكن ما بيطبقها زول بيقول لا إله إلا الله ونادي غير الله زول بيقول لا إله إلا الله ويمشي القباب والأضرحة زول بيقول لا إله إلا الله وتوكل على غير الله زول بيقول لا إله إلا الله ويدعو الفقر والصالحين من دون الله عز وجل وزول بيقول لا إله إلا الله يقول لي غير الله بيخلك زول يقول لا إله إلا الله يقول لي غير الله بنزل المطر زول يقول لا إله إلا الله يقول ليك شيخ نبيها بالزرية دا طبق لا إله إلا الله دا عرف معنى لا إله إلا الله ما عرف معنى لا إله إلا الله ولا طبق لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله زمان المشركين قالوا أنحن عندنا زنوب ومعاصي ودان دائرين حاجات وصالحين يقربون لأ الله اتخذوا الصالحين دل شان يقربوهم لأ الله ويجعلوه مواسطة لأ الله ودشر كالمشركين الهوائل شاكد الله سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء قالوا ونحن نعبدو الصالحين دل شان يقربونا لأ الله ودل الليل الناس مشهول القباب والأضرحة قالوا دل تقربنا لأ الله وتوصلنا لأ الله ودشر كالمشركين الأوائل ذات يا أخوان الليلة كثير من الناس في التوحيد صح التوحيد فيه لكن في كثير من الناس تقول له لا إله إلا الله يقول لك بلسانه لكن ما يعتقد بغلبوه ولا يعمل بها وهذه الفائدة رقم ثلاثة وهذه القصة فيها من الفائد طلطف النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة مع عمه قال يا عماه قل لا إله إلا الله يا عماه والدعوة يا أخوان عندها مقامات الأب عنده مقام في الدعوة والأخ عنده مقام في الدعوة والأم عنده مقام في الدعوة والناس عندهم مقام في الدعوة يعني إ linguظ تشفت من أبوك منكر معين ما تمشي اليوم بيشدة يا أبوي كده وكده لا 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 تجيب الراحة يا أبتي زي ما قال في إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا خطاب مؤدب مع أبو ده إبراهيم عليه السلام شكد خطابك خاصة مع ناس بيتك ومع أبوك ومع أمك يكون خطاب مؤدب في الدعوة والدعوة دي يا أخوانا تكون بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة لكن الحكمة يشنو هي وضع شيء في مكانه الشدة محل الشدة واللين محل اللين لذلك قال الشيخ الفوزان إذا كان زول جايك مسترشد ودار يعرف الحق ودار تعلم تدعو باللتي هي أحسن أما إذا كان زول معاند ومكابر وماذا تعرف الدعوة بعد تدديب التي هي أخشن هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن فوائد هذه القصة عدم اتباع دين الآباء إذا كانوا على ضلال لأن أبو طالب ودين أبواته كان دين الشرك ودين الكفر لذلك قال الله سبحانه وتعالى قالوا هذا ما وجدنا عليه أباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يعني تقول للزول دا التوحيد كده الصحيح وده الشرك وده توحيد وده شرك توريه وتجب له والآيات والأحاديث يقول لك لا لا أنا متبع دين أبواتي بس أبو يلقال لي عملو أنا بعملو لقيت قبل كده واحد مركب له حجاب نصحته قلت لي أخا النبي صلى الله عليه وسلم قال من علغ تميمة فقد أشرك ومن علغ تميمة فقد كفر وماذا علغ تميمة وده بددخلك النار قال لي لا لا أنا دي أداني لأبوي أنا دار أمود على دين أبوي ده بس أبوي قال لي أعمل كده أنا بعملو قالوا هذا ما وجدنا عليه أباؤنا أو ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قال الله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون قال لأنتم تعبدوا شنو قالوا نعبدوا أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون لما ندعوه إذ تبتسمعوكم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ينفعوكم ولا بضروكم قالوا هذا ما وجدنا عليه أباؤنا أو ولو كان آباؤهم ده شهد أو ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ما يعقلوا شيئا ولا يهتدون وأيضا من فوايد هذه القصة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالإدعاء إنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وما تتبعوا ده خسارة لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أبو طالب كان بحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا ودافع عنه وحماه بالغالي والنفس لكن ما اتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار شاكيدا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاري فقط أبى النبي صلى الله عليه وسلم قال نربي اللحية نربي اللحية النبي صلى الله عليه وسلم قال نقصر الإزار نقصر الإزار أي أمر جبه ونبي صلى الله عليه وسلم نطبقه أي نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نمتهي عنه لو كان حبك صادقا لا طعته إن الحبيب لمن يحب مطيعه إذا كنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفيه أيضا من الفوائد أن تتبرأ من دين المشركين لأن أبو طالب اضبرأ دين المشركين ما اضبرأ من دين أبواته لذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده تتبرأ من دين المشركين إبراهيم عليه السلام كان يتبرأ من دين المشركين حتى أبو كان مشرك اتبرأ من دينه واتبرأ من دين قومه ومشأل التوحيد وفيها أيضا من الفوائد قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء أن المحبة محبتان محبة إرشاد وبيان وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم والهداية الثانية هداية التوفيق وهذه من الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء في زورة التي تكون داري يهتدي معك وداري مش معك في الطريق المستقيم لكن دي ما في يدك دي هداية من الله عز وجل دي هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء في القصة فيها من الفوائد والعبر ما فيها ولكن المقام لا يتسع لذكرها ونكتفي بهذا وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا زنوبنا ويسر لنا أمورنا ويسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين